السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة مباركة على الجميع اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة 22 عيلول سبتمبر طبعا القمر الآن موجود في برج القوس ورح يظل في برج القوس لغاية ساعات المساء بعدها بده ينتقل لبرج الجدي طبعا القمر اليوم الآن موجود في برج القوس ورح يظل موجود في برج القوس لغاية الساعة 8.19 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجدي يعني أغلب اليوم رح يكون موجود في برج القوس وبعدها بده ينتقل لبرج الجدي في ساعات اللي هو الثمانية وتسعة تاشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيش ورح يظل القمر موجود في برج الجدي لغاية الساعة 11 و29 دقيقة مساء من مساء يوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لا برج الدلو بالنسبة للقمر موجود في منزلة البلدة وهي منزل للثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 29 دقيقة مساء من مساء اليوم الجمعة بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد الذابح وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص أو الحرية طبعا القمر بما إنه الآن موجود في برج القوس معناته اليوم منشعر بالارتياح والسعادة والنشاط ومنلتقي بأناس أكثر سعادة أيضا مريحين أكثر الجو هيك العام بيكون فيه نوع من أنواع المرح بنتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية الموجودة عنا بيتحول تفكيرنا للأمور الفلسفية والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازة وممارسة الرياضة والخروج في نزهة أو تغيير جو ويمكننا بالفترة هاي اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة وهي طبعا بهالوضع الكواكب ماذا نصح فيها أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة فترة مميزة للأعمال التجارية طبعا هذا ينطبق على جميع الأبراج دون استثناء بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تربيع سلبية هاي الزاوية طبعا اليوم رح يبدأ تأثيرها هي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين أورانوس تأثيراتها بتبدأ من اليوم 22.9 وتستمر لغاية يوم 16 طبعا ذروتها يوم 29.9 الساعة 55.52 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش فيتوقع لأي علاقة غرمية ضعيفة بأنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع وبرضو هاي الزاوية بتخلق نوع من أنواع التصرفات العنيفة والاندفاعية والتهور وشقاقات برضو بتخلق علاقات عاطفية ممكنة تكون لها عواقب وخيمة بدل على إنها هاي الفترة غير مناسبة لطرح الانتاجات الفنية إلى الأسواق لأنها بتلاقي فشل أو عقبات غير متوقعة وربما يعني يصير نوع من أنواع الحظر لا إلها وبرضو ما لا يستحسن إقامة حفلات بل يجب تجنب إقامة الحفلات أو السهرات في هاي الفترة لإحتمال فشلها أو وقوع حوادث غير متوقعة ويكره تنقل الفنانين خصوصا عبر الجو لزيادة إحتمال وقوع الحوادث وبتفسد أخلاق الناس أكثر بسبب الانحلال الخلقي والتحرر بمعنى السلبي وكذلك من الأفضل تجنب الاستثمارات في هاي الفترة لأنه المسائل اللي إلها علاقة بالبنوك والمؤسسات المالية ممكن يصير فيها بعض التراجع أو مفاجآت في المداخل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية ذروتها ساعة وحدة وستة وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية يعني نصف البدر هاي الزاوية بين القمر وبين الشمس الساعة سبعة وواحد وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعا هاي بتعمل عدم استقرار يعني أو صراع بين مشاعرنا وأفكارنا وتقلبات ومنقدرش أنه نحسم أمر بشكل جذري وهذا الشيء ممكن ينعكس سلبا على علاقاتنا مع أحبانا أو مع الآخرين وبتجعلنا قلقين ومتشائمين ومتقلبين وبتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ الساعة السبعة واحد وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الجمعة ورح يستمر حتى تمام ساعة ثمانية وتسعة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الجدي هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع حقد أو خطوبي أو زواج أو شراشي ثمين بل إكمال العمال اللي بدأنا فيها قبل خلو المسار اللي هي بتيجي يعني منكون متفقين عليها أو منكون بشرنا فيها أو بدرنا لا إتمامها ما قبل خلو المسار ولكن صدفة بعديها خلو المسار فمنكمل الأمر ولكن إذا كان فيه توقيع عقود أو أمور حاسمة ينصح إنها ما تكون في هذه الفترة الساعة ثمانية وتسعة عشر دقيقة مساء القمر بنتقل ويستقر في برج الجدي عشان هيك بنصير أكثر عقلانية من ساعات المساء بنحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا أو كل شيء بيأرقنا ندرك إنه الأمور مش سهلة بالنسبة لألنا الحظوظ بتقل بشكل كبير بعضنا ممكن يكون متشائم علينا إنها نعمل بجدية أكثر وإنه ما نعتمد على الحظ نهائيا بهاي الفترة بإمكان بعض الأشخاص أنهم يبدأوا بعمل جديد أو يقدموا طلبات أو مقابلات برضو هاي فترة جيدة للأشخاص اللي بدهم يشتروا قطعة تحفي أشياء من هذا القبيل أو البدء باتباع نظام غذائي أو متابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين زي تجديد تأمين أو البدء بعقد تأمين أو مراجعة شركات التأمين بالنسبة للزوايا اللي رح تصير بعد الانتقال المباشرة عنا زاوية وحيدة وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية ذروتها ساعة 11 و43 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من واجه مصاعب عرقيلة بتطلب مننا أن نبدو الجهد لن نتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب لا أي شيء آخر بدلا من مواجهة مشكلتهم الأساسية تجعل عزمتنا ضعيفة من كون متقلبين وغير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي ما لازم نعمل لها عمليات جراحية تصلح لعملية مراجعات طبية أو أخذ علاجات أو فحوصات طبية اللي هي الكبد والعجز وعظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك ومفصل الورك والفقرات القطنية والعضلات القطنية أما من ساعات المساء طبعا لما ينتقل القمر لبرج الجدي بيصير عندنا الركبتين والمفاصل والعمود الفقري عضلات العمود الفقري والرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن طبعا بالنسبة لهذا اليوم زي ما حكينا لا ينصح بإجراء العمليات الجراحية للأعضاء التي ذكرناها أما باقي أعضاء الجسم فما في أي مشكلة لإجراء عمليات جراحية ولكن احذروا أيضا فترة خلو المسار أنه لا يصلح البدء بعملية جراحية فيها طبعا بالنسبة لباقي الأوقات إذا كانت العمليات الضرارية أعاد يعني شو بنا نعمل بالنسبة لعمليات التجميل اليوم لأنه عندنا من ساعة يعني طيلة النهار ما في أي مشكلة ولكن في ساعات المساء بما أنه رح يصير عندنا الجلد والشعر هم الأكثر حساسية فما نقول لعمليات التجميل مثل الحقن أو عمليات الليزر أو الأمور اللي زي هيك اللي بتتعلق بالبشرة ما ننصح فيها خلال ساعات المساء والأيام القادمة أما بالنسبة للجراحة فما في أي مشكلة للعمليات التجميلية بالنسبة لإزالة الشعر طبعا لا يصلح اليوم نهائيا لا بالليزر ولا بغير الليزر وخصوصا في ساعات المساء يصلح لقص الشعر التجميلي صفغ ما بنصح فيه ولكن الحن يصلح ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجدي أو رح ينتقل في ساعات المساء المتأخرة لبرج الجدي فلو المساء القادم رح يكون الساعة ثمانية وخمس دقائق مساء من مساء يوم الأحد أربع وعشرين تسعة ورح يستمر حتى تمام الساعة داعش وتسعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الجديد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره أو منقدر نقول أنه المربع عمره ثمان أيام في تمام ساعة عشر أو ستة وعشرين دقيقة صباحا بصير عمره تسعة أيام نسبة الإضاءة واحد وخمسين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم ثلاثة وعشرين تسعة سعيد الآن بنسبة خمستاش في المية في ساعات الصباح بتصير منتحسة بنسبة عشر في المية وبتكمل على هاي النسبة القمر في القاوس وبدو ينتقل لبرج الجدي ورح يظل في الجدي لأيوم أربع وعشرين تسعة سعيد الآن بنسبة ثلاثين في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة خمستاش في المية ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 5% عطارد في العذراء حتى يوم 15 سعيد بنسبة 15% والزهرة في الأسد حتى يوم 19 سعيد بنسبة 25% المريخ في الميزان حتى يوم 12 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 50% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات والعلاقات مع الأجانب أو مع أشخاص خارج البلاد وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم منكم أشخاص ممكن اليوم يخرجوا في رحلة أو يروجوا لعمل أو يحصلوا على معلومات ما كانوا يتوقعوها وبيكون في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتكم العاطفية والعائلية الأجواء جيدة لتقديم الامتحانات أو الدراسات أو المناقشات ومرضو بلال أمور التجارية أو الأمور اللي إلها علاقة بالاستيراد والتصدير أما من ساعات المساء فهنا القمر رح ينتقل للبيت العاشر فبينصب اهتمامكم حول الأمور اللي إلها علاقة بالمصالح الاجتماعية وعلاقاتكم مع المسؤولين وأهم مش إنك ما ترتج المواقف لأنه هذا بيت السمعة حاول قدر الإمكان أنك تحافظ على سمعتك من أي تشوية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن ولغاية ساعات المساء بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بالظل المتاحة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من أمور شراكة شريك مال أو بنك ضريبة تعمين أو مطالبات خففوا من النفقات قدر المستطاع سارعوا لتهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف وعليك إنك تتحلى بالليوني والتفكير الموضوعي أما من ساعات المساء القمر رح ينتقل للبيت التاسع فهون بتنشطوا في مجال الاتصالات والسفر وبتفتح أمامكم أبواب للسفر والتسويق والنشر والدراسات العليا وتعزيز العلاقة مع الأحبة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم تماما في بيت الشراكة وهذا الشيء بيضعف من طاقتكم ولكن بتظل الأجواء اليوم مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفي أو تعزيز العلاقة ما بين الأزواج وهذه فترة مشوائي فيها نوع من أنواع الضغط ما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات فعشان هيك حاول قدر الإمكان أنك تضبط أعصابك وابعد عن المشاكل قدر الإمكان لأنك أنت الحلقة الأضعب أما من ساعات المساء فهنا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم بتقدروا تدخلوا التعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور الموجود في اطمئن بالكم وبتفرحوا لتطور ما على المستوى المالي وبإمكانكم تصححوا الأخطاء أو تكرروا المحاولات السابقة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بدكوا تنجزوا ما بوسعكم من الأعمال المتراكمة عندكم حاولوا أنه مثلتوا بالأمور التانوية أو الأمور اللي مش مهمة ركز على الأعمال المهمة وتممها بشكل جيد وبرضو لا تنسى أنك تنتبه لغذائك وراحتك وصحتك أيضا إذا كنت بحاجة لمراجعات طبية أو جراء بعض العلاجات فالوقت مناسب جدا بدك تحاول اليوم أنك تكون منظم وتحسن إدارة الوقت بشكل جيد وإدارة عملك حاذر من الجدال مع المعاونين أو مع زملائك بالعمل وما تهمل صحتك وحاول أنك ما تأجل أي عمل ولا تماطل أي عمل حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية أما من ساعات المساء فهنا القمر رح يصير مقابلك تماما بإنصب اهتمامكم في ساعات المساء حاول تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية ولكن بتكون تحافظوا على هدوكم لأن الأجواء بتصير ضاغطة شوي وطاقتكم زيادة عن اللزوم وإن تحساسين الزيادة عن اللزوم هذا الشيء ممكن يأثر عليكم بشكل سلبي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا من الآن ولغاية ساعات المساء بتضرغبتكم قوي جدا في التقرب من أحبائكم أو أبنائكم أو تعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ عنكم ماليا وعاطفيا ونفسيا ابتنفرج أسريرك وبتعيش لحظات سعيدة وفترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شيء إنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة أو الأحبة أحاول إنك تستغل هاي الفترة لتصحيح الأخطاء أو للمصالحات أو للتقارب العاطفي أما من ساعات المساء فهو هنا بيبدأ العمل بتراكم لديكم لأن القمر رح ينتقل للبيت السادس أهم مش إنه ما تهملوا صحتكم أيضا حاذروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن إنه يمنعكم من أداء واجباتكم ممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية الطارية يعني شوي ما بينك وبين إخوي أو جيران أو تشعر ببعض التوتر حاول إنك تتمم أمورك بشكل عقلاني برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم والاهتمام بالمسائل العائلية والبيتية كاستئجار أو بيع عقار أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالدكور والتحسين ولكن من الأشياء المش ضرورية ما في داعي لإلها بتجد تعاون من أفراد العائلة في بعض المسائل ممكن تقلق من وضع عائلي أو حدث عائلي أو صحة أحد أفراد العائلة أو تظهر بعض المشاكل الشخصية أهم مش إنك ما تتهرب من المسؤولية تجاه العائلة إلى أجواء شوي فيها نوع من أنواع التوتر فعشان هيك بدك تراعي الأمور العائلية والوضع الصحي لأحد المقربين لا إلك أما من ساعات المساء فهنا بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم أو أبنائكم وبتفرحوا للإنفراج اللي رح يصير بالأيام القادمة بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وممكن تقوم بخطوة تكون مباركة أو فيها كثير من الإيجابية برضو ممكن تتلقى إشارة وتكون هاي بداية شيء جديد برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتنشطوه في مجال السفر والاتصالات اليوم بنشاط عالي جدا عندكم حيوية وهذا اليوم مناسب لمقابلة أو امتحان أو مناقشة بإمكانكم تعززوا العلاقة مع الإخوة مع الجيران بتدعمك الحضوض بشكل جيد وبتكون جارية في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة عالية جدا بتلفت النظر الأجواء اللطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفية أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك أما من ساعات المساء فالقمر رح ينتقل للبيت الرابع فبصير الأجواء البيتية والعائلية هي اللي مسيطرة أكثر حاول أنك تلطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك أو انتعاضك أو ممكن هيك مخالفة بعض القوانين فحاول أنك تجنبها قدر الإمكان وحاول أنك تمنع هيك نفسيتك من التقلب لأن الحساسية عندك عالية جدا بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم ممتاز جدا عن المستوى المالي بما أن القمر موجود في البيت الثاني معناته اليوم فيه فرصة لمكسب مالي وأغلب دائما المكاسب المالية بتيجي في هذه المرحلة بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هذة نوع من أنواع الدعم ولكن حاولوا قدر الإمكان يعني تكونوا حذرين من النفقات وامتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية بتهتموا اليوم بتوظيف أموالكم ولكن زي ما حكينا بتكونوا عاقلين في صرف الأموال ممكن تهتموا لمناقشة دعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات هذه فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها بعض الأرباح أما من ساعة المساء فهنا يعني بتنشطوا بشكل واضح تماما بالاتصالات والتناقلات وتعتبر هاي الفترة فترة مهمة للتواصل مع المجتمع وما محيطكم تقدر تسمع صوتك بشكل جيد للجميع وممكن بعضكم يقوم برحلة عمل أو نزهة أو تنقل ما بين المحافظات أو يتحرك بفعالية أو اجتماع مثلا معين أو مناسبة معينة يعني في عندك اتصالات واسعة ممكن تسفر عن اتفاق أو مصالحة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة اليوم لأن القمر استقر تماما عندكم فعشان هيك فيه نشاط عالي جدا وبإمكانكم كتبادروا بخطوة جديدة ادعم من مكانتكم الاجتماعية وعلاقاتكم في انفراج وأتقدم الموس بعد أيام كانت محبطة تماما ولكن الآن بدأت تستعيد طاقتك بشكل جيد عليك التحلي بالحكمة والواقعية بحل بعض الأمور وبتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر إذا ركزت بشكل جيد أما في ساعات المساء فأنا بتعيد تنظيم ميزانيتكم أو إدارة الأمور المالية أو الأمور المالية هي اللي راح تسيطر على الوضع أهم مش إنك ما تغامر بأموالك لأنها فترة يجب أن تكون حذر ماليا ومعنويا وما تتسرع باتقاذ قرارات حاسمة أنت بالفترة هاي بحاجة لكل التعاطف والتضامن فما في داعي للمشاكل والعصبية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات المساء فعشان هيك بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وتيرتكم لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي حاول إنك ما تحسم أي أمر لأنها فترة سلبية ومخيبة للأمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها فعشان هيك حاول قدر الإمكان ما تبدأ بأي شيء جديد في ساعات المساء القمر رح ينتقل ويوصل لعندكم فبتستعيد نشاطك وحيويتك وبتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية عالية جدا وبتقدر تبدأ بمشروع أو خطة أو فكرة أو مبادرة جديدة بالنسبة لإلك ابتمتلك الطاقة الكافية لانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم الجو الإجتماعي اليوم ممتاز جدا لغاية ساعات المساء وحاولوا أنك تنجزوا كل الأعمال الضرورية والمهمة ما تأجلوها ليوم الغد لأن القمر في ساعات المساء رح يوصل لبيت المتاعب يعني في خلال ساعات النهار منكم أشخاص ممكن يحقق أمنية بمساعد صديق أو معرفة اجتماعية أو أحد العلاقاتكم منكم أشخاص برضو ممكن يتوجه لدعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة يعني فيه اتساع عالي جدا بالأفق عندكم ممكن تحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح وبتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك وبتخف الضغوط تدريجيا لغاية ساعات الظهر وبيطمئن بالكم أما في ساعات المساء فالقمر رح يوصل لبيت المتاعب فرح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة من الحضود حاذروا من الأفكار السوداء والمعنويات المنخفضة لأنها ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أمالك في ساعات المساء ويوم الغد أيضا برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا أيضا بإمكانهم أن يعززوا العلاقة مع المسؤولين أو يدفعوا بمصالحهم بمجال عملهم بشكل قوي جدا وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم اللي انتوا شغالين عليها هدوا من روعكم وما تنفعلوا اتجنبوا مخالفة القوانين واحرصوا على استقراركم اتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة واحرصوا على لجمها إذا شعرتوا ببدايتها أما من ساعات المساء فأنا بتلتقوا الأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية ما تبقوا وحدين فترة ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا وبتكثر عندكم الاتصالات والموعيد الأجواء جيدة على المستوى الاجتماعي وأيضا على مستوى الأمور اللي بتتعلق بالشركات المالية والعاطفية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر